مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامشكم عزيز وغالي ضيفة الحلقة دينا العزيزة وغالية لنا هي الفلانة والممثلة والكوميديا هاناء المريني مرحبا بك هاناء يا الله يكبر بك شكرا بزدف على الاستدافة هاناء احنا اصدقاء هدي اول مرة غاديكون لقاء صحفي معاك ياك احنا اصدقاء واقعي لمن 2016 اول مرة يحسن لي الشرف انا مرحبا بك هاناء معروف علي ما نحاولش انني رجع معاك شكونا هي هاناء ده بالحمد لله الناس كتعرف شكونا هي هاناء اكتشفوها بزد لخارجات اعلامية دينا ولكننا بغيت نشوف اليوم هاناء المغايرة هاناء اللي تكرفسات عانات باش وصلت هاناء المريني اللي قدامي الان احنا في 2024 هاناء شو يتحددين على المصار دي لكل حياتي المصار الماضي ولا الحاضر احنا شهي الماضي المصار دي لك كيفش بده خطوات المصار دي لك كاي واحدة عنده موهبة من الصغر كيف تتسقل بشوية بشوية ولكن انا كان اعتبر المصار دي لفعلي هو من ستاند اوب من 2017 واحد البرنامج اللي كان فرصة مزيونة بزف اللي انا نبان فيه بقيت فيه الفينال من بعد كانت عندي تجربة مزيونة بزف على قناة امباسي سانك من بعد كان هضلكنا على المحطات المحطات اللي حسيت بيهم كم شهرة فيها؟ حسيت بيهم عندهم واحد الوقع مزيون على المصار ديالي من بعد كان عندي سيد كون في دوزام كلنا مغاربة من بعد بدو كيجوني بزف دي الفورص انني نكون طبعا في تلفازة ولكن انا حاولت انني انتجه المواقع التواصل الاجتماعي كان عندي ماشي بزف فيلم في قاعة سينيما هولي وتسميلي كان فتخر انه بنت في ديك الشاشات اللي عمناقة في المغرب كامل ما بين هاد المحطات خسارتي محطة السوشيال ميديا هو عالم فريد من نوعه انك يتقدمي واحد الفيديوهات في الول هناء المريني بدات بفيديوهات شمالية جبلية حسيتي في الول انه غينجح لك لك تتم تخوفه لم انتقادات الشماليين انه اللهجة دينا مخصاش تقال هاكا الفيلتر كذلك ومثال كان عندك واحد احساس كان عندي في الولو حتى خوف بحكم ان اللهجة اولا ما كتسمع شي بزف حيث انا ما كنهضرش بشمالية انا كنهضر بالجبلية والجبلية صعيبة بزف على الشمالية الشمالية والناس ما كيعرفوها شي فما بالك انك تهضر بالجبلية اللي اصلا نحنا في الحياة دينا اليومية ما كنستعنوها شي ولكن الحمدلله كان واحد الواقع مزيون بزف من طرف الجمهور كل شي عجباته حيث شي خفيفة وفي نفس الوقت اياك تضحك انا مليكوس كان طلع عن الجبل كانوا كيضحكون يديك الناس كيفاش كيهضروا كيكونوا كيهضروا تبصح كيكونوا كيهضروا في المعقول وفي نفس الوقت هما كيضحكوا دائما كينا راحوا للكوميديا فالحمدلله قلت يا لاش دبا انا كنتضحك ناخد هاد الكونسبت ونجربوه مع الناس وبشوية بشوية بعدها تقطع تي عو تاني عو ترجع تيليها امشيتي في واحد النقطة اللي لحد الان تبارك الله ناسكي عارفوك يقولوا لك الجبلية قلبه هنا جبلية كده وأفتخر صحيب انك تخوفي من كلام الناس دي الشماليين مصرف ان يقولوا رامة قناتاج تمشيت بركلف كوزينتا لا انا صراحة ما كانوشي هاد الانتقاد اتمرى بالعكس الشماليين كمين كانوا فخون بيه وكان عاجبهم الحال حيث انا ماشي متطفيلة انا جبلية مية في المية الهدرة دياليين تقونا مليار في المية كيف ما كي هدروا جدو ديتا انا كان هدر بديك ديبلية وطبعا كيف ما قلتلك في الاول كان واحد تخوف شوية على حسب الناس اللي من خارج الشمال وش هيتقبلوها مغرب كامل تقبلها هنا في الاول ما معتمت انا اني نقول الالقاب مثلا مؤثير فنان لانو اسميه فنان كبيرة عليش قلت فنان ممتيلة لانو انا كنعرفك قبل البوث عندك تكوين مصراحي عندك دورات تكوينية في الكوميديا يعني ماشياش من فارغ ماشياش بالسنطيحة اعودو بالله بقولة انا مني كنت عندي ست سنين وانا كنحاول ما نكونش واحد الانسانة غير حيتاش شهرات والله حيتاش كعفوها واحد شوية الناس بسا في انا اني انت غفض المجال كنت كانت كون ملي كنت باقي صغيرة طبعا ما خليت حتى شي مصراحي يمكن في المغرب ما نعبتش عليه كنت دائما في مدينة الفنيدق الوحيدة يمكن اللي معروفة في المدينة وكتمثل الوجهة دي المدينة تكوينت ديالي كانت تكاملة في مجال مصراحي كنت ديما كانت دي احسن دور في مصراحية لي ما كنت شي كن عمل نغي في الشامل كوز كن نعب كيف ما قلتلك في مسارح بزا في المغرب هات شي اللي خلاني انني كن عتز براسي بزا في وعندي واحد اتقا كبيرة فراسي كنقول انني ما جيت شي من سوشيال ميديا اتقا في الله سبحانه وتعالى اكد طبعا اكد هنا اول كان شي اخديتي اشنو عتقتي بي اول اشنو درتي بي اه اه زع ما فلوس 10 الف درهم كانت كنت دوست في الفينال ومن الفينال كانوا عاي طولي واحد الناس اطباء يمكن على ما لما يبقيت عقلة في صوفيتيل في اقاديا وكان عندي واحد سكتش اللي تخلصت عليها 10 الف درهم هادك اول مرة كان شبال انا فلوس اكتار 10 الف درهم صراحة كنت شريت بيها اللبادورة اللي هي مكينات الصابون وماما حيش احنا كونا باقي نكا صابنو في الفراكة كن كن نكا لالفين وستار فمن بعد ستانداب في الفين وسبعتاش دوست الفينال تنا كتعرف راكي تصور عاكي دوز فانا كنت كيف ما دوست عاي طولي وكان سكتش موافق وشبرت دك الشاي كده 10 الف درهم فشريت بيه واحد لبادورة بتلسى لف درهم واللي باقي كنت اللي يربحك يعطي ولا اللي لا لا ماشي انا كنت دوست الفينال وباقي ما شوفنا شي شكل غير يربح باقي ما شوفنا شي غير دوست الفينال تصلوا بيها هاد الناس اللي كانوا في اقادير ومشي تخدمت وعطوني شي كفية 10 الف درهم كنت رديت السالف حيث كنت مغرقها كريديات كون شي كان كيسالني وفي نفس الوقت شريت بيها لبادورة ماما فتر إذا رجعوا لحياة الكريديات وحياة هناء المريني أحنا كنا قدرو على الشهراء كنا قدروه تبارك الله صلع البيع الى فين وصلتي من خفيش واحد الجانب ديال تكرفيس ديالمعانات بنت في الشمال خارجة كتقاتل وتكافح من أجل لقمة العيش لها والأخوتها في غياب طرف السند تكرفصتها أنا أنا ما كان بغيشي صراحة ندخل في هذه المتاهات ولكن تكرفص لها يجب منه باش توصل ضرور يخصك تكرفص باش توصل إلا وصلتي بسهولة ما كتكونش الحلوة لا ما كان هدرش أنا شوف أنت كتدريع المتاهات أنا كان هدر اليوم بيت أنا اللي ماشي بالماكياج ماشي بالماسك أنا اللي كان عرف اللي تكرفصات وعنات في القهرة أنا ويكرفص ما بقيتش قاد ذات بكي لا صافي فهمتش حل بكيت في حياتي صافي باركة الحياة كتستمر وذيك شي ليداس كامل كان واحدة أجريبها مزيونة بزاة تكرفص بزاة صراحة كنت كان نجي في واحد الكار بسبعين ترهب هل سواءك الناس كيقولوا ولقيتها باردة لا لا أبدا أنا الوحيدة يمكن في الشمال عن متنةmond�� spielt حياذا كنت كانت عذب اولا باش نوصل الكازا أنا كنت عرفة بأن الفرص كان في كازا وكنت كانت عذب حتى في الواسط اللي كان جي دائما كيكون واحد استبعد الديه لك حيات ماطنة ما عرف شي وش حيات مط gli حيات مطلعها حيات مطلعهاoquة خلاقها خلاقها لقد كان واحد يستبعد دائما كنتتتعذب مع واحد الناس كانوا فايتو نك في في الإقطع كنت تكون تفرش فيه في التلفازة كتقول واو هاد الناس غمشي غنطلقى بهم كتجي كتشوفهم كي باش كي يتعاملوا معك مبتدئة كتصدموا وكتوقع تحولهم لهم هذا هو سؤالي هذا هو سؤالي اللي كان بحثت عليه في الحلقة أنا عرفت أنه متعودت بجميع الحلقات أنه ضروري الفنان أو المؤتري خسو يجاوبني ترى لك مشكل وحا تسيتكم وتم الاستبعاد ديالك أنا عرفتك ما عرفتيش ما بغتيش تجاوبي على السؤال تم الاستبعاد ديالك من هرم الشاشة المغربية اللي قال لهم اللي هو الأستاذ لا أنا شوف أنا بيدون تذكر أسماء باش ما ندخلوش في هذه المتاهة للأسماء حيث سبق لي في لقاءة صحفية جبت الأسماء وكان نكون غير كان جيب صداعة غير راسي باش نعود لك أنا باختصار باش تكون عارف أنا ديما كان أقول بأن المبتدئة في أي دومين كيكون عنده واحد شويد ما عرفتش شنو كيقدر يوقع أنا نفسي تقوم شنو كان نوقع أنا قلت كنعمل العدسات وناس كاملة عرفاني رحلة ديالي مع العدسات فكونت واحد تقريبا واحد شهرين تغناج وأنا كان أعمل العدسات من ستة صباح تالليل يعني ما كان حيضهم شي غايجي باقي تقريبا واحد لسات الحلقات ولا جوش الحلقات غايجي تقطع تقطع لي ديك العدسة في عيني يعني الناس اللي كتب بعني وعرفة العدسة شنو كيعمل غايجي تقطع لي العدسة في عيني حيث أنا ما بدلتش شهرين فأنا عا نكون بالصح وقفة مع هارم وذيك الهارم غايحاول لي يستفزني شوية بالهضرة ديالو واشنو هاتمتيل واشنو فالهات الدراجة الهات الدراجة فأنا طبعا دائما معروف علي أنا عندي وحن فيصة صعيبة بزف واحد النفس اللي ما نقدر نخلي التشي واحد واخد تكون شكون ما كنتي ما نخليك شي تهجم عليا ولا تستهزأ بيا ولا تنقص مني فأنا كنت جاوبت ديك السيد اللي انتوا ما كنتهضروا عليه يعني مع احترامي اللي له كنت جاوبته قفرتها ديك لوكيته في 2019 وبنيتها صغيرة وما كان عارفش كيفاش غنتعامل في حال هاد المواقف تعاملت كيف ما كانتعامل مع الناس كاملين كيف ما علمني ببأنا ننتعامل عمري ما نتحقر من طرف فأنا قلسة جاوبت معاه مني منك يمكن ما عجبوش الحال كيفاش هاد المبتادئة هادي غتجاوبني أنا قلسة كنعمل ماكياج ديلي كنت سنة باقي عندي ثلاثة الحلقة تغيت تصورو فانتو غناج هناء المريني في نفس اللحظة ديك في نفس اللحظة يعني في نفس الجواب ديالك يعني حالة قلتي مثلا احنا كنا كنصورو نقولو مع ثمانية صباح نهار فانتو غناج هناء المريني طارطا باي باي جاوبوك بأنك فانتو غناج يعني ما خسكش مرة خورا تجاوبي يعني سمحي في كرامتك ونعفتو على كرامتك وما تجاوبيش الممتدين والفنانين حسيتي براسك شوية انو جاي من شامان ومكرفصة وهز واحد تحقلتي ولكن أنا في ذاك الوقتة ما كنتش حسيت بيها أنا في ذاك الوقتة ما كانوا قالوا لي ويلو صراحة باش نجيك واضحة في ذاك الوقتة كنت عيشة عادي ذاك النهار كنت يمكن بالصح سالة ما عرفتش نشي الأجواء دي بتغني أنا ما عرفتش نوقع ما عرفتش واش بالصح يكونوا ناس قادرين أنهم يتحكموا في شكل غا يبقى وشكل غا يمشي كان كيسحاب لي بأن جوجد الناس مثلا كيتحكموا مثلا نقول له المخرج أو للمونتيش ما كانش كيسحاب لي أنكين واحد للناس يقدر يتحكمون تينا واش تبقى ولا تمشي كنت عيشة عيشة في حال واحد البنيتة طفولية فرحت حتى أنا جابوا لي طارتا وقلت آه الفنان يبدو كيقولوا يتبارك الله عليك ما كنتش عارفة أنكين هادشي ما كنتش عارفة أنه كينا غيبة أنكين واحد الناس اللي كتتحكم كيف ما قلت لك في الماجل تمشيت أنا ونقدر نقول لك حتى فت الفوت عاد بدت كتدور علي الهضرة في الدومان هادي هي اللي عمل لها فلان فانتوغناج هادي هي اللي هضرت مع فلان بوحد طريقة جوبت فلان ومن بعد عمل لها فانتوغناج بقيت كنقول واش بص صح أنا هي اللي كنت ضحية بدك سيتكم واش الصح هي أنا عادك بعد عاد عراسك عش كنخبيه بحالة شي تكون عندك يوم الجرأة وتوجيه لي كلمات تقولي لي أستد رغم ذلك اللي درتي أنا مسابحك وكتبقى الهارم دي أنا لا لا أنا رغم ذلك نقول الاسم ولا تقولي لا بلاش ما نقولوا الاسم معافك خلينا بلا اسم لا بلاش توجيلي لا شوف الناس عاي يكونوا عارفين حيش أنا عارفين يعلى شكا نهتر محمد الخيار رغم ذلك أنا وقت كنت تواصل مع الأستد وكنكتبله مرة مرة وورا بقي عملوا فولو وبقي كان نشوفه في التلفازة وكنقل يتجاوب معك؟ يتجاوب معي يتجاوب معي وكيقول لي تبارك الله عليك يكون دم على الغلافين؟ ما نعرف يقدر يكون مكانش في الموت ديال وذلك النهار ما عجبوش الحال مثلا ذكر ردة الفعل أنا ديالي حيث أنا مقطع لي العدسة في عيني يعني واحد الثمانية الصباح ركبتها في الساعة كأول تجريبة يعني كأول تجريبة آم كأول تجريبة آم أنا كانوا بزاف معي النجوم تبارك الله عليهم شبروا بيدي وتعامنوا معي مزيان تعالوا معي مزيان صارحة وقال حد الآن ما عمري كيف سالة نهارك هذك النهار وانتي راجعة؟ مخربك؟ لا مخربك كان قول شكولي جاك يقول لي هاتشي كانوا معي بزافد الناس خدامين ووراء الكاميراج وهم اللي يقولوا لي هاتشي يقولوا مش بالصاح أنا ما كنت شعارفة كان قولوا مش بالصاح يتجاوبت مع هيدك يقدر يعملي فانتو وناش شو قلت لي تجاوب؟ أنا أنا شنو شنو قال لي قال لي تمثيل مخزن ما مقاوش نعاوده بزر تمثيل المخزن مخزن ما تبقاش تعاود معي بزر جيت أنا قلت له كيف ما بديت انتينا بديا أنا لهذا الدراجة صعيب ياك؟ لا ماشي صعيب لهذا الدراجة زع ما قلت له قلت له راح كيف ما بديت انتينا وكنتي كتعاود؟ أنا يالله بديت شد بإيدي وريني الأخطاء؟ أنا راه ثلاثين حلقة ثمانية وعشرين حلقة يعني باقني جوج حلاقات مع عملي ما كنت كنعاود وحتوي لو كنت كنعاود ما كتكونش ما كيكونش مني كيكون يعني من الكاميرا الميكرو شي حاجة في حال هيدا فأنا جاوبت معي حتى نقطع لي العدسة في عيني ممكنش لي يعني ممكنش لي أنكمل يعني ممكنش لي أنكمل كنعاود كنعاود شي جوجل ما كنقوش نوقع لي في عيني إلا تعاود نفس سيناريو مع فنان آخر ومع هارب آخر هاتجاوبي؟ أنا جاوب نفس الجاوب ولي هاتجولي أجداني نجمع فمي ونكمل لا أنا جاوب نفس الجاوب أنا جاوب نفس الجاوب حيتاش هادك اللي معاك فيتك بماشي في لما شي جوج ماشي تسيدكم سنوات يعني فيتك بسنوات خصوطه هو دك المعاناة اللي يدزلت عليها ما خطاش يدوز عليك حتى نتينا علش حنا ضروري دك شي اللي يدزلين خنا ندوزوها على الناس حقرونا في صغورنا أو في البداية خطنا نحقروتا احنا الناس بالعكس ما كديرون جيكش بعد الفنانين يخرجوا في سوشال ميديا يقولك أنا ما نخدمش مع شابة ولا شاب من مواقع التواصل الاجتماعي حتى تلقاها معي في البلاطو أنا دائماً كنقولها يقدر دك الشاب ولا الشاب اللي من مواقع التواصل الاجتماعي كان كيدمر وكان كيخدم وكان عنده تهوى تكوين في المسرح ومن اللي ما تتعططوش الفرصة في تلفازو وما تتعططوش الفرصة في البرامج اللي كنشوفو ولا في المسلسلات تتعططو الفرصة في السوشال ميديا علش؟ احنا بيغان شوفوه دائماً كنحاولوا نباعدو منو كيكون عادنا بحالو شي واحد فيه جدب ما عرفت شي واحد غير السق فينا شي مرت بالعكس رايقدر يكون فنان وموهوب وخصو غير الفرصة في إطار الأثلام والمسلسلات والفرصة أسبب لك تتكلمتي عبر مواقع التواصل الشمائي مع الفنانة نور السقلي؟ طبعاً كنت تعرفك؟ خدمت معاها في سيدكون بقافك الحال كين شوية إقساء من الفنانات شابات شماليات مؤخراً في المسلسل دير دارنسا؟ أنا نعود لك شونوترا أنا عندي واحد صديق ديالي قال لي هانا راه كين واحد المسلسل الشمالي غيكون أنا كنت في بالي بأنه غيكون شي جوز من أجزاء ابنة للمنانا فرحت قلت واو أخيراً الفرصة اللي كانت سنناها يجب هاتش اللي خرجت السوشال ميديا حيث هاتش اللي كانت دير السوشال ميديا فقترح عليا قال لي شوف مدم أنك دجا خدمتي معا الأستاذ النور السقلي وكتعرفك ولكن تقدر تنسك تقدر تنسك كتب له ميساج وقل له أنا كينة كتبت له ميساج بكل احترام بسادة صعبة إلا كانت شي جوز من أجزاء ابنة للمنانا بحكم أنني بنت شمالية وممثلة شمالية مكرات شمقون فيه قلت لي أنا متبعك تبارك الله عليك متبع المصار ديالك اللي انت هنا ماجد الخطوات ديالك إن شاء الله بيحاول الله وقدراته قلت له شكراً أستاذا أنا بديك الميساج بحالة قلتي حمثاتك قلت صافي هانا هاتشوف سيروسة واحد وستين خسك ضروري تجاوب غيكونوا الناس التلفازة كي عايتوك يعني يا إما المنتج يا إما المخرج كي عايتلك باش تكون فيه فأنا حتى كانت تفاجأ وكانشوف أنا قلتها في الدرسة كانشوف درنسة صراحة تحصرت ما نقدبتش عليك نقول لك دوسة مرور الكيرام زي ما أنا بحل ما كينوالون قنقول لك بحل هاد ناس كاملين شوفت قلت مكرهت شي كون كونت صراحة شمالية وعندي شوية جبلية قلت كان قول هيدا كان قول كون غي كونت شنو الدور اللي شفتي في درنسة اللي كلتي يقدر يجي معه هنا يمكن فاتين حيث أنا شوية أنا قريبا بالسوشيال ميديا فاتين والناس كنت كتجوفني في دور الزازية وأنا بقى صغيرة لا مشي في الدور الصغرية ربما تقدرت عندك دور بطولة وتنجحي في كانت كيشوفوك في الزازية لا مشي في الزازية بزاف في فاتين مراتو طبو طرس وفي الأخير لانتي لبزاف من الناس في الشمال تقلقوا وبعد ممتلين خرجوا في السوشيال ميديا قال لك خسنا وتولي عندنا قناة ديالنا راسنا انتي ما حاولتيش تدري السباغة قلت يا تكشيلي في القلب ديالك شنو تقولي الناس المنتجين المخرجين اللي كيتاجوا الأفلام الشمالية احنا مني كنشون واحد المدينة خسنا ضروري نبدو من نواة ديالك المدينة انا فاش كنت صغيرة وكنت فرج في أستاذ راشيد الوالي مع الأستاذ السامية أقريو محليا قلت حك ما بقىش في كل حالة فاش خرجت وقالت أستاذ نورة السقلي فينا هما الممتلين الشمالية ممكن تكون قلت بحسنية احنا ما كنكونوش كنحكموه للإنسان بنيا ديال كينين كينين ولكن كيت تنساوه دائما كيت تنساوه أنا قلت لكم كنت صغيرة وكنت كنت فرج في الحسين الصفية كان قل واو احنا الهضراتينا كسبان في التلفازة وأخيرا وكان عاوده الحسين الصفية تحفظناه شي 16 ألف مرة وحنا نحفظه كنت كنقول شي مرة غايجي شي مسلسل شمالي ضروري غن متلفه حتى أنا شمالية كنقول ما يمكنش يجيو حتى الشمال ويجيبو موتل مثلا من شي مدينة آخرى أول من يعني ضروري خصوص واحد الناس اللي كونوك يتقنوا اللهجة وقنعوك الأدوار قنعوك اللهجات أه اللهجة يعني بش تكلموه ماريام الزعيمي ما شاء الله هم ماريام الزعيمي كتبه ورش ماريام الزعيمي مهدر شي شوف عمل واحد المجهود ماريام الزعيمي عمل مجهود مهد مانتينك كازاوي ممكن يا ها كازا اهدار لي بشمالية بشتعرف شنو 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 كلمات لي حافظوا شنو قالتينه شنو قالتينه شنو قالتينه ماشي شمالية ولكن تقدر تعملوا واحد المجهود كان بإمكانهم يعملوا واحد المجهود كتر أنا أنا كان تببعوا ربما تكون دراسة يكون تقليل مدة ديالشهار أنا كنت كان تببعوا واحد المسلسل مصري البطل ديالو كيقول أن خسيت عشر كيلو. علش احنا اياما ما نكونوش عنا واحد ضمير مهاني داخل يخليك انك تبحث في اللهجة. مثلا الى اقل لك شي دورات جي خايب نقولوا اه وخام شي مشكلة انا نجي خايبة. اقل لك شي دورات تقطع فيه شعرك تقول ما شي مشكلة في سبيل الفن وفي سبيل هاد المهل اللي كان عمل. احنا ما كان عملوشي المجهود. احنا ما كان بدلوشي المجهود. فانجي مع مع جي مع ديرا مع متل. كونجا مثلا غير واحد تلت شهر. انا مثلا عندي واحد دور كعزاوي. كعزاوية مثلا نقولو اي حال. عنجي الكازا. تلت شهر اه وتتعمري مع الناس تبقي مع الناس قهاوي. ومشي القهاوي ومشي الاحياء الشعبية. انا اعرف انا الناس مثلا ذاك الدولة تتعطاني كيفاش كيتمشا. ومثلا انا اعطيك الشمكارة مثلا. غنمشي ونتحك معاهم ونشوفهم كيفاش كيتمشا وكيفاش كيتمشا وكيفاش كيتمشا وكيفاش الواقع ديالهم كيفاش عام. وخد تاخدي غير واحد الخنسين والستين في المياه. صاف. بعدها لك تكون عندك. من بعدك تبقى الفطرة ديالي وانا الموهبة ديالي شنو غتتعطي. كن عملو غي واحد المجهود صغي واركون جاو. مثلا واحد لتشهور وتتعاشروا معنا الشامل كيفاش كيتمشا. كان يكون احسن. ولكن مش. احنا هنقولو عملو واحد المجهود. ولكن المجهود الاخر انو كان خصو يكون بحت ودراسة كتر على اللهجة الشمالية. تكون شمال تتعطي ديالشمال تتعطي حاجة بصاف. كن عملا. صراحة. والاو ديالين تتعطي على خطو. اه. على. احنا كنقولو شني قولتي لو. الخطأ ماش يدير الموتيل. اه. شنه قولتيلو ولا شنو. هو كيفاش قاله؟ شنه قلتيلو. شنه قلتونو. احنا كنقولو شني قولتي لو ولا شنو قولتيلو. شنو قولتيلو الى عدة. اه. ومن التبعين ، ما يقولون كيف يفعلون الدول؟ لذلك ، يختلف بين توضع النجا و الشمل؟ طبعا ، تتوان و الطنجا و الن بينما يتقسوا بشكل أثر من مرتل و مرتل لت تتحرك شبح الرينكون و رينكون لت تتحرك شبح العلايج ذلك إذا الشمل يحدث في تتحرك شكل أثر مع الآن نعم ، الجميع يخبرون هذا و هذا و الأمر غير أثر من الهضف الطنجا و يقوله 20 و الشكل يقولون أن أخيان الأعشار أن يقولون عن عشرين يعني يكون واحدة اختلاف فعلا هنا دخولك للمجال الفني والخطوات الحمد لله بدأت بالنجاح خطوة مورا خطوة بريتي كتشوفي في جنابك أنه ما لقيتش الناس اللي كانوا معك أو لا شوفتي في جنابك لقيت السم والحسد تصدمتي من الناس اللي أدوك بزاف هاتشي كامل السبيل دياله وشهرة ديالك؟ طبعا كانوا عن يعني صحابتي والأصدقاء ديالي المقربين قليل يبقى قليل تتدر معي شي واحد بحكم أنك تكون شغولة ولا شي حاجة وانتي نارجعتي دابة فلانة وانتي نارجعتي شي طبعا أنا مليكنت في البداية ديالي وكنشوف مثلا واحد سيد مشهور في المدينة بدك يتبدل على صحابك وكنت كان قول تبدل على صحابه وما كانش خطوة يتبدل على صحابك تبدلت يا هنأ مشي كتتبدل حيات كتتبدلك وش هنأ المريني اللي كانت كتتقالها في التناوي اللي الهم ديالي الواحد أنها طلع تقدم في دار الثقافة ويحضر للعامل للمدينة والبلدية هي هنأ المريني اللي تتتتها واحد شهرة في واحد ما بليلة واحد وضوحها هنأس كم لك تعايتلك أولا بغى تخدم معك تانيا تينا كترجع كتتسفر بزاف وش هادية هادية يعني أنا وإلا كنت كان ندار معك ثلاثة تسوية عنا رجعني ندار معك غيساعة كتولي توريك واحد الحياة خراحة واحد الحياة آخرة أنت أنا ماشي كتنسى الناس لي كانوا معك بالعكس أنا واحد الإنسانة بقى كان عقل على كل موقف ترى لي سواء خيب سواء مزيون ولكن هم اللي كتشوف وكتبتت عليهم كم المواقف الخيبة اللي ترىتلك وبكتي عقلة لحد الآن ما تنساتش لك وخبت دلاتك الحياة بزاف دلمواقف أنا بقى عقلة على البنت اللي كانت تخليلي الحويج باش نمشي عندي مثلا أنا شي صهرة تخليلي القفطان ديالة بقي عقلة عليها تخليلي الصفتة ديالة بقي عقلة عليها صاحبتي سميات زوجة تبارك الله عليها بقي كنعقل على الناس لي كانوا معايا الناس لي كانوا كيعوطوا لي شعرين والحاجة الخيبة؟ الحاجة الخيبة هي ما كتنساشي تهي ما كتنساشي أبدا درغل لا تكون دهت عنك شي حاجة الخيبة منسيتي هاش بقاتلك ما بين عينك ولكن أنا ما فهمشي ما كانت تفكرشي الخيب بزاف كانت تفكر غير مزيان قد ما حيتي الخيبة ستعيش مزيان أدوك في طريقة ذيالك طبعا طبعا كينا ناس كتحفر لك اسمك كيتقال تينا خدامة مزيان اسمك كيتقال في واحد المجمع ما كيخليوا فيك لش درل تصير تينا ما عملتش يدوم وان وفقط ربيعطك القبول وعطاك واحد الرزاق اللي ما غاي حايدولك تشي واحد هادك فعلة وتاركة ما جيبوا هاشمس عميوه لا هاشمس ومشكلة مشيتام من نسا رجال تبارك الله عليهم وارجعوا فيهم السم كتر من نسا باقي المرأة أنا بعدها باقي كنشوف شي مرأة مزيونة لبسة فينا كنقول سبارك الله فنة غزالة تقلبات الطريقة اه او الرجال كتر من انا بلا سمعت شي واحد كيضر على شي مرأة وكنت عارفة ان بالصحية ماشي هيدا كندفع عليها برجال رجعو كيضروا عليك تينا ما كتكون عاملة لهم سي شي حاجة لا ما تجيبوا وعلمان انك ما غيعملوا شوتينك بحالك ما غيعملوا قفطان في حالك ما غيعملوا توجد لبه في حالك وما تابعينك وختمتي الماسك ديني فاق كتتلاقي معهم كتقولي ما عندي من دير شوية حتمت علي الأمور انني انطلقها معهم اه فبا لبسها ليك في الخير بحكتي موج دائمتي الماسك ديني مفوجك بحكت صراحة ماذا يكون في الاعتراف هاك دير انا كنقول هالدومين ما تقدرش تطلقها الواحد تقول له ما كنحملكش ها هاتي التوقلي وش غتقدر انا عطيك ميتال انا حتسيد ما كنحملوش كتجيني خدمة انا وياه شو كلك يخسار في الاخر انا حيث هوك يخدمونه ما كنخدمش علاش حيث انا كنجي فاس سلام عليكم معاك فلان ولا فرتلانة سمحلي ما نقدرش نخدم معهم معاك معاهم واحد المواقف ما كنتفاهموش انا وياهم في المبادئ ما كتخدمش ما كتخدمش هناء المريني ما كيخدموش هون شو كنوما الاسماء اللي ما تقدرش تخدمي معاهم معاك تقدري تتلقي معاهم ما كنشي اسماء كين كين أفعال كين أفعال مثلا انا كيفما دائما انا مكيت جبدلي شي اسم كنحاول ما امكان نعطي الحاجة المزيانة عليه حيث ما كليلاش نعطي ولكنك تبغيت بعدي منه كنبغي نكون عندي انا وياك واحد الواحد انا وياك ما تفهمناش ماذا بزير تجبدلي في شي بلاسة اللي بعيد على الخدمة منخلي فيك لاشدلة تصيلة بناء عدك شي اللي عملتلي تجبدتي في الخدمة اللي هو رزق الله سبحانه وتعلم كان قدرش يتدخل فيه كان عطي غير مزيان وكان بعد وكان خلي ديك الانسان اللي بغي يخدم معك هو لي يجربك ومن بعد هو لي يحكم هاد المجال فيه فيه الروينة صراحة هاد المجال فيه الروينة بسه بسه قد ما كنتي مع الكليكا قد ما كنتي نرى تخدمها تكون مزيان هاد المجال هاد المجال اللي قلت ياه هانا البقاء اللي الأقوى وانا بحلف شي سيغي خسك تبقى غادا غادا واللي طاح يرجع فيه رسير وغادا غاد ينكمن خسك تبقى مش شي مع الكليكا أنا دي ما كنقوله قد ما كنتي في شي كليكا برافو عليك كتكون محمي أكتر عندك فرص أكتر قد ما حاولتي أنك تخرج من ذيك الكليكا كتتخدم هذيك الكليكا كنتي نتي بوحدك ما تخدم شي طبعا ما تخدمش في هذيك ما ما قدرتيش تقوم جاي مع هذي الكليكا أنا الكليكا مني كانتخل لا كانتخل بروح الجماعة كانتخل بغلخين كل شي فرحانا كل شي نقدرت كل فكرة عندي وانا نعطيها لك باش ننجح انت هنا هاد شلي تعلمتوا أنا من المسرح ومن الكوميديا عماتا أنا في الجوالات ديالي اللي كنت كان نعمل ما شي ضروري أنا اللي نضحك ما قدر نفرش لك وانتت سماركي هاد شلي كنقوله احنا يا فافا أنا من كانتخل واحد لكليكا وكان جبار لأنا الأعلى ديالهم فايت عليا هما اللي خصوم يكونوا وعرين هما اللي لابسين وعرين شحل من كليكا أنا كنت فيها شحل من كليكا أنا كنت فيها انتنا كاتمشي باش تخدم معهم شنو هذي الباس مع علما أنك تناواعر عليهم فبديت كن حيد راسي بالعكس أنا قوية دباب وحديتي كنحس براسي صرح كنحس براسي الحمد لله هنا في الشمال كنشوف بزاف أنه المتزوجين ديرين محتوى بعيالاتهم ولا برجالة ديالهم منتي قليل فين كتبين ليا شي حاجة واش كتفكري في هذا الأمر أنه والله ما ندير أنا وراج لي محتوى ونكونوا احنا كليكا بجوج ولا نتخشام في شي كليكا وانه اللي غير أنا نجاوبك أنا دائما كنقول أن المحتوى اللي داب دارج اللي تندنس اللي كتلع لوريتش أسواج بغيتي تشهر كوبل سواء كنتي كتمثل ولا ما كتمثلش ولا بسطح ولا ما شي بسطح أنا من اللي تعرفت على الزوج ديالي مونير السلام عليكم جمعته أساد أنت هناك أتعرف الأساد في المغرب جنو واحد يعني كتكون عنده واحد الهيبة تخيل أنا بديت كنعمل محتوى براجلي كيف شلعيش؟ براجلي أساد كيقرر تبارك الله ناس قدي كيقرر ناس كبارين جامعة لكي قرر الباك والباك تبارك الله ناس ناس كبارين كيفاش بغيتي هاد الأساد تبقى عنده الهيبة يدخل على التلامت دياله ويقول لش مره 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 مكين بس الأعياد منثبات؟ الأعياد أنا دائما كنقلهم أنا عمرك ما تجبرني كنبيه نراجلي غي من أجل أنني غنبيه نراجلي أنا غنبيه نراجلي إما عنا شيء إذن ما نحن لبسين مزيان طبعا نعملو ريل نعملو سطوريات نعملو شيء حاجة كيوت سمزيونا إلا وإذا كان مثلا أحد الإشهار اللي أنا مثلا شبرا فيه فلوس بزيان وكيطلبوا فيه كوب أنا نعطي كميتال أنا عندي إشهار ديال جوج كيجيبوا لكسكريبت شركة كتقول لكسكريبت ديالي اللي خصني يكون هو راجل ومراته كيتسخروا واش أنا عمشي نجيب راز المزاق قام بتلبعه لا فيها بس لا خصني نجيب راجلي لا هو غيبغي ولا العادة كتبغي ولا الناس غتتقبل متقبل هو؟ هو متقبل هو كيقول لي إذا كنت عاونك في شيء حاجة اللي بصح نتينك محتجاني فيها على الرأس والعين حيث أنا تبارك الله راجلي واحد الإنسان اللي مقبول وفي نفس الوقت كيعطيني أفكار عنده الأفكار الناس اللي كانت لقى بهم أنا في الموحيط كان منك يقولوا لي ما شاء الله طح يحك وصبغطه يعني هو كيعاوني إلا كان غي عاوني مزيان إلا كان غن بيينه غي باش نبينه باش نتسمى أنا مزوجة كانت عندك فيك غالطة على الرجال في الأول صحات؟ كنت عندي فكرة غالطة على الأزل واجهوا إلى العقيزات يعني أنا واحد أنا من التجارب ديالي اللي تكرفصي بعد قبل ما تكرفص تكرفص أنا كنجي في الكازة كانت تكرف بحالة شي امتيحة لا تكريتي النتيجة في الأخر بحالة واحد سبحان الله ربي هو لك يعود في الأخر أي واحد النية هي لك تغلب في الأخر وخي يكونوا هاد الناس وحوش لي معك في الحياة إلا كنت يتينى بالنية ديالك ربي غير يعودك في الأخر تينى مثلا واحد الولد كبرتي هنقولون تينى كماما على الرسول العيد الله يعملها سلعة شكرا مزاف كبرتي خصك تخليه يعيش الحياة دياله وتينى مأكدة بأنه تطربية ديالك ما عاد في شي هبقى من صورة بحيث اللي ما عنده شي الخير في والدي ما يعمل شي الخير في بنت الناس أنا مريكا نشوف ده براج ليموني كيف يتعامل مع ماما ومع أخته أنا فرحانة بالعكس الحان دولي الله مزيان مع ماما ومع أخته فهمك هاد الدراج اللي غايكون مزيان مع اماما ومع أخته يتعامل معهم مزيان طبعا غايتعامل معي أنا مزيان عش مدرتيش العرس تنتي شوف نقولها بطريقتي عرث المشاهير عرث أسطوري العرث أسطوري كدبش عليك أنا واحد الإنسانة رزيق ديالي من هذا الشي اللي كان عمل في الحياة من ضيق في الخاوي من ضيق في الخاوي من ضيق في الخاوي وش أنا مثلا شحاله أنا كان دمر ثلاث سنين وش أنا مشي نشري شي دار ونعيش فيها مستورة ولا مشي نصفر شي سفرية واعرة ولا أنا نجيب الناس اللي غانوا كلهم في الأخر العروسة مجات شي مزيونة العروس ودنو جلابة كانت مكمشة ما ما عملو لش فرمزيان لا أنا كمشي العراسات وكان شوف يكونوا بالملايين المليانة وكان خطروه في العروس و العروسة كان هضروه في الماكلة كان هضروه في القاعة دايماً عنا النقص ما نخليك شي مرة تقول علي هذا النقص أنا عملت واحد العقد قيران عائلة جدا جوش طبيلات جوش طبيلات العائلة فش شافوا ديك شي سحبلوا من عملت القاعة وديك شي أنا جوش طبيلات عملت فقط باي باي يا شيري باي باي أحسن حاجة أهم حاجة هي الاستمرارية من بعد الزواج من بعد شنو غايكون من بعد شنو غايكون انتي معا نشد تسوية راجلين ندير فيها قليل ندرقون خلي الناس يبق الشوف أنا ما عندي علش نعمل هاتش حتى أنا هو رجلي ما روشي رشي ما ما فيها ما تشي حاجة أنا أستاذ الحمدلله ومع احترام يديك الناس اللي كي يغطي وتقلبت الآية ما را كتبين وجهه ورجل كي يغطيه وبي غطي وجهك انتي تغطيهم بجوجة ما تبين ناشي أصلا شح من وحدك أنا عارفة مجوجة ما تقولش أنا تجوجت ووالده وعيشة الحياة عادي وجينك بغط تبينه وكتبينه وكتبين الكسدة دياله ما فهمت وش مرادية شي بيه ولا ما عايش بك شي الحال ولا راجلك تبارك الله شي قادر كبير في الدولة مثلا نقوله شي رأيز الدولة ولا شي حاجة بغطي شي تبينه وعليش يجب تبينه شي تبينه وجهه والأفلام وكتبينه لا أنا صراحة لا أنا عادي عندي في وصفينه كوكونا لويا في الزنقة مرلي موروان لا لا أنا عادي عندي درونك عادي درتيجو تبيني لك ما أرى لي السي مرى لي من بعد ليا تشد علينا الباب أنا وياك راجل المرامي تخالي يدك سادي تكرني يدك باش تخليني نظر عليك مزيان نظر عليك مزيان والكاميرا مشعولة والدقة المراكشية ما كيللاش راجلك اللي شكرته هو في الواقع ها كدير؟ كتار أنا دائما يعني الناس اللي كانت لقى بهم يقولوا لي ما تدرش عليهم مزيان حيث هم اللي يشوفوها كيفاش يتعامل معاه لاترنا مقارنة عوضك على كل الشي عوضني على الأب ديالي خمس سنين ما شفته شي واخا أنا شفته وطلعت عنده العميفة ولكن ما كانت ش يعني ما بقتش معاه وقت بزر أنا قطعك هنا في هذه اللحظة أنا شفت القطاع اللي اللي مشيتي سافرتي وشاركتي مع الناس اللحظة اللي شفتي الأب ديالك خمس سنين واقف قدامك وتحل الباب ديال ديال لاغار ولا ديال الماطار وشفتي اسبانيا شفتي فاس أولا جانيت بدر بزف أنا بطا خليت وتورك الله ما شاء الله عليه وشيت جوارته ضعف هذه اللولة وصغر يعني رجع واحد العشد السنين هو ما يقدرش يدخل المغرب بحكم أنه باقي ما عنده شي الوراق ولكن ده باقي نتسوياد الوراق المهاجرين الغير الشرعي اللي كيني في اسبانيا إن شاء الله تتحل الأمور أنا بني شوفته بني زغي كان بكي يعني يعني واحد الحلم الناس كانت تحلم أنها تمشي تسافر ما شنو يكونوا أنا كنت كان حلم أن يشوف بالحمد لله مشيت شوفته وخدمت على بارة كانوا عندي بزفد الجوالات تم كوميديا شفتي فاس دار الفلاشباك وقلتي هاد البنت اللي يقدمك هزة تحمل كبير صراحة أنا كنت دائما كنخولا أنا كنت ديما من صغري هزة الحمل للناس اللي ضايرين بيا سواء أخوتي سواء صاحبتي نخلص عليها نديها معايا فما بالك أن شي ناس من لحمك ودمك السبعين بات كوني الكبيرة كبيرة وكتفكري أخوتك كتشري ليه ومدار الكرة سيختي بها قدك الساعة ما محطوطاش على الأساس كتقولي منخ سنين دي فرحتي والديك من شافه كل يوم طبعا الوالدين كيبغيوك ديما تكون مزيانة وديما تكون مرتاحة وديما تكون عندك ما كيبغيوك شي ما تكون شي عندك طبعا الدعوة ديالهم هما أهم حاجات تقدر تشوفها على وجه الأرض راح شحل من المشكلة وشحل من المصيبة وشحل من أفات كنت غتتوقع علي برطة الوالدين سبحالله شحل من حاجة كنت دخلة فيها ممك تقول ليه لا ومن هاد المنبر كان قولنا أي واحد ولا أي واحدة الحاجة اللي ما بغتلك شي ممك عليها يخص الأم كتكون عندها الحس السادسة يمكن الحسسة الحسم السادسة ألف كتشوف الإنسان تقول لك هذا ما يصلح لكش ها لا نقولك ألف مبروك لاش نقول لا هذا هو جوابي دي ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك إن شاء الله بنيوا بنات إن شاء الله ألف مبروك علينا كامل ألف مبروك عليكم كامل إن شاء الله في كل الخير مشاهدينا نبغي نخلي هنا تقول كلمة كيف جاك البرنامج كيف جاك اللقاء شكراً بزاف على الاستضافة ما شاء الله لك كيف ما عرفتك أول مرة قالت لي تعرفنا أنه ويك أول مرة في القارة تحية الناس القارة كنا صغيرين وانتينك قلت لي كيتسنك مستقبل كبير وأنا قلت لك ركيتسنك إن شاء الله مستقبل كبير إعلامي واعد كانت منها مسيرة ديالك تبقى مستمرة تكون أحسن إعلامي في المارك شكراً بزافة لهذا اللي قال لي فتحت فيه قلبي وقلت فيه حاجة أول مرة تتقال إن شاء الله ما تكون شي أخر مرة إن شاء الله بإذن الله لتذكر فقط فإحنا كنمر الآن على قناة المفضلة ديركم ليلة مولاتي في برنامج عزيزة وغالية ديالنا هناء المريني شكراً لك بزاف على فن الاعتراف فن الاجتهاد فن بزاف تلحويش إنسانة طيبة كنقول لك الله يوفقك نبغيت شي تقوليه لولداتك ويكبر معكم ألف مبروك مرة أخرى والله يسهل عليكم شكراً بزاف سبارك الله إليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة